اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها عصام نجاح ونذهب مباشرة إلى العنوين قيس سعيد يواصل حملة الإقالات لمسؤولين كبار في الدولة ومخاوف بشأن حرية التعبير في ظل التضييق على وسائل إعلام إثيوبيا تجدد تمسكها برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة والسودان يحذر من الملء الثالث روسيا تطالب بحكومة موسع لتجاوز الأزمة الأفغانية وإسلامباد تتهم واشنطن بإفساد الأمور في أفغانستان نستهل مجالنا من تونس التي تشهد بوتيرة متسارعة ومكثفة موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية أنهت مهام 25 مسؤولا حتى مساء الأربعاء كما عرض سعيد صلحا جزائيا مع المئات من رجال الأعمال على أن يعيدوا الأموال المنهوبة للدولة التونسية في غضون ذلك نشر موقع ميديلستاي البريطاني أن رئيس الوزراء التونسي المقال هشام لمشيشي الذي أقاله الرئيس سعيد تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي مساء الأحد قبل موافقته على الاستقالة من منصبه ولم يؤكد لمشيشي وقوع الحادثة تفاصيل أوفى لدى الزمير الربيع لصعوب تفضل ربيع شكرا لك عيسام يطيح الرئيس التونسي قيس سعيد بمدير التلفزة الوطنية تحت بند حماية التعبير في البلاد محمد الدهاش منع دخول الضيوف إلى برامج حوارية بحجة وجود أوامر عسكرية بذلك أمر أغضب الرئاسة والجيش وأطاح بالرجل مع كثير من التشديدات على الحق في حرية التعبير على الطرف الآخر من الصورة تعاني بعض وسائل الإعلام الآن في تونس من تضييق رسمي قاد بالنهاية لإغلاق مكاتب واحتجاز صحفيين مكسب الحرية الصحفية الذي تحقق مع الإطاحة ببن علي بات على المحك بنظر متابعين وتونس التي هرمت من أجل لحظتها التاريخية باتت تواجه دكتاتورية دستورية على ما تقول النهضة وفي رسالة لأربع مائة وستين رجل أعمال يعرض الرئيس تسوية بدون عقاب مع إعادة الأموال المنهوبة والتي تقدر بحسب تقارير رسمية بحوالي خمسة مليارات دولار وهو رقم ليس هينا قياسا باقتصاد البلاد الذين نهبوا أموال البلاد أربع مائة وستين بناء على هذا التقرير الذي صدره عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد كنت دعوت إلى صلح جزئي ليس هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان وبعد عصفة الإقالات ورفع الحصانات في البلاد يوجه الرئيس اتهامات لعدد من النواب بتعطي لعمل قطاعات اقتصادية مثل إنتاج الفوسفات في وقت يحقق فيه القضاء مع أحزاب رئيسية بالبرلمان بتهم فساد يسجل كثيرون للنهضة أنها لم تتجه للصدام ولم تلجأ للشوارع مثل تجارب مماثلة في دول ليست بعيدة صحيح أنها تلقت صدمة كبيرة ومفاجئة لكن اتزان قادتها وهدوءهم وتعاملهم مع الموقف سجل سابقة في كثير من دول الربيع العربي وفي بحثها عن نهاية هذه العاصفة السياسية تطرح كثير من الأحزاب والتيارات التونسية سئلة عن الجزء الثاني من إجراءات سعيد الاستثنائية ما هي خارطة الطريق التي رسمها الرئيس وكيف سيكون شكل تونس ما بعد الثلاثين يوما وهل ستكون هذه الإجراءات دواء لوضع البلاد المنهك أم داء جديد يثقل كاهل التونسيين إليك عصام شكرا لك ربيع ونرحب مشاهدين بضيفنا من تونس النائب في مجلس النواب تونسي عن حركة النهضة السيد بلقاسم حسن سيد بلقاسم بداية نريد أن نستقرأ قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة خصوصا فيما يخص الصحافة والإعلام من قبيل إقالاته لمدير التلفزة الرسمية كيف تقرأونها بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لقناتكم تحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين شكرا على الاستضافة أحنا بعد يوم 25 يوليو جوليا أمام وضعية بطبيعة الحال أخذ فيها سيد الرئيس على عاتقه الكثير من الإجراءات التي يرى أنه أصبح قادر على اتخاذها بعد توليه عمليا عدة مهام واعتبار نفسه هو رئيس السلطة التنفيذية طبيعي جدا أن الإجراءات التي اتخذت والقرارات التي اتخذت من طرفه تصبح بالنسبة إليه عادية إقالة وزراء مقربين حسب راييو من رئيس الحكومة جدا أو معنيين مباشرة بملفات مهمة كالدفاع والعدل والوظيفة العمومية تنحية مستشارين في دائرة صيد محمد الشامل المشيشي تنحية مدير عام التلفزيون التونسي للقناة الوطنية الأولى هي إجراءات متسارعة في الحقيقة والصيد الرئيس يرى نفسه مؤهلا لاتخاذها في هذا الظرف الاستثنائي نحن المبدأ الأساسي الذي رفضناه هو خرق الدستور واعتبرنا الفصل الثمانين لا يبيح ولا يتيح القرار الذي اتخذه السيد الرئيس وبناء على ذلك اعتبرنا ما حصل انقلابا والآخر هي تابعات هي تابعات تفهم الرئيس لم يقوم بذلك الإجراء وبذلك الخرق لكي يبقى في مستوى نظري ويبقى يتفرج على المشهد نحن دعونا ومازلنا ندعو إلى التوقف على هذا الخرق وإلى العودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية جدا التعاون مع السلطة التشريعية لمعالجة أزمة البلاد الخانقة الاجتماعية الكوى الصحية المالية وكذلك في الظل الوضع الراهل بعد استقالة سيد الرئيس الحكومة تعيين رئيس جديد للحكومة عرضه على مجلس نواب الشعب طبيعي جدا هدايا هو المجرح الدستوري ونحن في البرلمان أكثر الناس حرصا على معالجة مشاكل تونس وأهل تونس وطبعا النهضة عبرت كما ذكرتم أنتم يعني رفضها المبدئي للانقلاب والخرق الدستوري ولكنها أكدت تفتحها الدائم عن الحوار ورفضها الدائم للعنف ودعوة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية المجتمعية إلى الوقوف جبهة واحدة قوة واحدة في سبيل التمسك بالديمقراطية والدستور وبالنظام السياسي التونسي وبطبيعة الحال المشاركة الفاعلة جدا 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 في البحث عن العلول سيد بالقاسم وحدرتك عضو في مجلس أنواب التونسي أنواب التونسيون لم يكنوا بمنأة عن سهام الرئيس قيس سعيد بعد أن جمد حصناتهم وعلق عمل البرلمان كذلك الآن يتهم نوابا في البرلمان بأنهم عاملوا لمصالحهم الشخصية ضد مصلحة الدولة التونسية وذكر مثالا قضية الفوسفات كيف ترون هذه الاتهامات؟ هو الإجراء في حد ذاته تجميد المجلس ورفع الحصانة عن النواب من طرف السيد الرئيس في حد ذاته إجراء غير دستوري ونحن من هذه الأبواب رفضنا الحلول الدستورية كلها قابلين بها وكنا نبحث عنها سيد الرئيس ليس أول مرة يرفض حاجة معناها موجودة في الدستور أو يتبنى موقفا غير موجود في الدستور هذا من حيث المبدأ هذا موقف مبدأي بالنسبة لنا كحركة نهضة لكن لما هو جمد المجلس ورفع الحصانة وأصبح هذا أمرا واقعا نقول أحنا في مجلس النواب لم يكن لدينا أي موقف رافض لرفع الحصانة عن أي نائب يطلب من العدالة من المجلس أن يقع رفع الحصانة عنه لو جاءت مرسلات تطلب رفع الحصانة عن نواب معينين تعرفوا اللي المجلس تسمع لذلك النظام الداخلي لذلك رفع الحصانة هذهك وتقرر رفع الحصانة ويتنازل نائب عن تمسك بحصانته وإن تمسك تصبح هناك متابعات أخرى الأمر تجاوز رفع الحصانات سيد بلقاسم الأمر الآن هي اتهامات صريحة ووضحة من الرئيس لعدد من النواب حتى هناك تحقيقات فطحت مع حركة المرضى وقلب تونس على خلفية تمويل في الحملة الانتخابية في 2019 معاك سيدي أنا مواصل معاك سيدي أنا مواصل للجواب على سؤالك أنا قلت فقط مبدئيا رفع الحصانة لم يكن ليمنع أن المجلس في حد ذاته يرفع الحصانة على نواب المتهمين وطبعا نحن مدام السيد الرئيس رفع الحصانة من تلقاء أو هو في خرق واضح بالنسبة لنا للفصل الثمانين لأنه الفصل الثمانين يلزم المجلس بالعمل بالمواصلة العمل وأنه في حالة انعقاد دائم وبعدم توجيه لائحة لوم للحكومة فما بالك فأنها بإقالتها أو إقالة رئيسها لكن الآن أين متهم سيد الرئيس يتفاضل يورطوا على المجلس عادي جدا ويرفع القضاء مباشرة إذا هناك أسماء طبعا من حق الشعب التونسي أن يعرفوا ذلك إذا هناك ملفات كذلك نحن نعرف أن هناك اتهمات كثيرة لنواب في العهد الدورة النيابية السابقة التي كانت فيها نداي تونس حزب نداي تونس هو الماسك بزمام الحكم المباشر رئيس الجمهورية رئيس منس النواب رئيس صدر الحكومة لم يقع الإشارة أطلاقا الحديث إلا على النهضة وقلب تونس إذا أحنا عندنا نواب من النهضة عندهم ملفات فساد فنحن أول من يطالبوا بمحاسمتهم بشكل هذا واضح جدا لا يبقى الكلام في مستوى الحديث النظري طبعا القضية هذه وحدة فعلا إذا كان هناك نواب عندهم تلاعب في جهاتهم في شؤون اقتصادية في شؤون اجتماعية في تدخلات ضد مصلحة الشعب التونسي وهم نواب الآن جيد جدا أن يقع متابعتهم هم أو سواهم ليس لأنهم نواب بل لأنهم فسيدون نعم أشكرك جزيلا هذا مفرق ما بين الانتقام مفرق ما بين الانتقام والتشفي واستغلال الفرص وتوظيف الأمر وما بين إقامة العدالة وما بين متابعة كل القضايا ومعالجتها شكرا جزيلا من تونس النائب في مجلس نواب تونسي عن حركة النهضة سيد بلقاسم حسن قالت الخارجية الإثيوبية إن التعبئة الثانية لسد النهضة تمت بالكمية المطلوبة من غير أن تضر بدولتي المصب في المقابل قال وزير الرأي السوداني إن حجم الملء الثاني لسد النهضة لم يتجاوز أربعة مليارات متر مكعب من المياه وهو أقل بكثير مما أعلنته إثيوبيا من جهته شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على تمسك بلاده بمعارضة قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة بشأن سد النهضة وضف حمدوك أن السودان يتطلع لإبرام اتفاق ملزم قبل القيام بأي خطوة خاصة بالسد موقف ثابت تتبناه الخرطوم ضد تحركات إثيوبيا بشأن سد النهضة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال لقائه المسؤولة الأممية روز ميري دي كارلو أكد أن بلاده لا تعارض من حيث المبدأ إقامة السد لكنه جدد موقف الخرطوم المتمسكة بمعارضة خطوات أديس أبابا الأحادية وغير المدروسة بحسب وصفه رؤية السودان تتضمن إصرارا كذلك على تغيير منهجية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء مع إضافة الأمم المتحدة لضمان مفاوضات جادة وتستدل السودان بتضارب الأرقام والمعلومات فيما يخص الملء الثاني للسد بالحاجة الملحة للتنسيق والتوصل إلى اتفاق ملزم اتفاق تدفع نحوه مصر أيضا التي تشاطر السودان مخاوفها حول سد النهضة حيث أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي التركيز على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني خلال لقائه نائب رئيس جنوب السودان مع مواصلة مصر رفع حالة الاستنفار لمتابعة مياه النيل أما إثيوبيا فلا تولي لهذه المخاوف أهمية وتعد التعبئة الثانية غير مضرة بمصر والسودان وهما دولتا مصب في نهر النيل تعتمدان بشكل أساسي عليه في توفير الاحتياجات الزراعية والمائية وتؤكد أديس أبابا أنها على استعداد للعودة إلى المفاوضات شرط أن تظل برعاية الاتحاد الإفريقي وفق اتفاق المبادئ وهو شرط ترى القاهرة والخرطوم أنه لم يحقق أي تقدم على مدار عام ووصلت معه المفاوضات إلى طريق مسدود وينضم إلينا من العاصمة السودانية الخرطوم وزير الرية السوداني السابق والمستشار الحالية في الحكومة السودانية الدكتور عثمان التوم دكتور عثمان مرحبا بك لنبدأ بتصريحات رئيس الحكومة السودانية السيد عبدالله حمدوك هو أكد عدم معارضة السودان لإقامة سد النهضة من حيث المبدأ لكنه يعارض الخطوات الأحادية غير المدروسة من الجانب الإثيوبي ألا يعد هذا الموقف متأخرا بعض الشيء بعد أن فرضت أديس أبابا أمرا واقعا شكرا جزيلا على الاستضافة ومرحب بك ومرحب بالمشاهدين أهلا بك أنا لست مستشار للوزارة أنا لا مكان لي في اتخاذ الغرارة الآن في الحكومة الحالية لذلك أتكلم برأيه بالنسبة لما ذكر نعم السودان باستمرار يعني يرى بأن السد له منافع كثيرة وأيضا له بعض المضار كما يحدث في أي منشأة هندسية على نير دولي على نهر دولي أهمية الاتفاق الذي يمكن يسمى قانوني وملزم أنه بالنسبة للسودان مهم جدا جدا لتشغيل منظومة سدوده ومشاريعه التي اعتمد عنه الأزرة لذلك رئيس الوزراء ذكر هذا الشيء أنه هناك مخاطر بالنسبة للسودان في حالة عدم وجود هذا الاتفاق الذي يرضي كل الأطراف الآن مثلا كمثال سيوبيا ذكرت بأنها ستقوم بالمرحلة الثانية من سد النهضة ولم تستطع أن تكمل لأسباب كثيرة لا حاجة إلى أن أذكرها لأنها ذكرت كثيرا كل الذي يخزن هو حوالي 3.5 إلى 4 مليار متلم مكعب بدل من 13.5 وبالتالي السودان سيواجه الفيضان القادم كأنها أسد النهضة غير موجود وهذا وضع لم يقم متوقعا لأنه كان التوقع أو الاتفاق المبدئي على أساس أنه أثيوبيا ستتقزن خلال طوال فترة يوليو وأغسطس وقمة الفيضان هي في منتصف أغسطس الآن الوارد من أثيوبيا هو كل الوارد على سد النهضة يجي لسد الروسيرس وبالتالي وعدم وجود المعلومات اليومية لكم هو الوارد وكل هذه الأشياء تجعل المشغلي السدود والمشاريع التي تعتمد عنها الأزرق في موقف صعب لأنه لا يستطيعون تنظيم المنظومة الكاملة من سد الروسيرس إلى مروي بالطريقة المسلحة طيب دكتور أيضا مستمر مع تصريحات المسؤولين السودانيين وزير الرئي السوداني ياسر عباس أكد أن إقدام أديس أبابا على خطوة جديدة لتعبئة السد ستكون آثارها كارثية بحسب وصفه على السودان ما هي تلك الآثار التي وصفها وزير الرئي بأنها ستكون كارثية؟ نعم المرحلة الثانية كما ذكرت كان المفترض أن تكون 13.5 مليار تبقت منها 9.5 أو 10 لم تكتمل هذا الموسم هل المرحلة الثالثة حسب ما متفق عليها مبدئيا مفروض يكون تخزين 10.5 مليار فإذا جمعنا 9.5 على 10.5 مليار معناها 20 مليار هل ستلجأ أثيوبيا لأنها تحاول تخزن 20 مليار في يوليو واغسطس القادمين لو هذا هو فكرة أثيوبيا بأنها تتصرف أحاديا سيكون هناك كارثة كبيرة جدا لأن إرادة النيل الأزرق ممكن أن يكون 40 مليار متر مكعب هي لو خزنت 20 مليار من هذه الأربعين مليار ستكون كارثة خاصة بالنسبة للسودان يعني كل المشاريع الزراعية التي تعتمد على النيل الأزرق ستكون في مشكلة وهذه تمثل 80% من المشاريع الزراعية السودانية التوليد الكهرباء الماء من خزان الروسيرس ومن خزان مروي سيكون في إشكال كبير جدا حتى التخزين في مروي وفي الروسيرس ربما لا يكتمل فلذلك هذه آثار كارثية جدا لذلك في ضرورة ملحة بأنه الآن تقعد الأطراف على الأقل الجانب الفني منها وينسق لأنه كيف تتم المرحلة الثالثة للملء بالتفصيل الدقيق يعني لمدة ثلاثة شهور أو أكثر بالتحديد حتى يتمكن السودان من تشغيل منظومته بالطريقة الأمثل هنا المشكلة دكتور كما يرى كثير من الخبراء أن السودان ليس وحده السودان ومصر أيضا هما في موقف رد الفعل يراقبون الخطوات والإجراءات التي تتخذها هذه سبابة ومن ثم يعلقون عليها يرفضونها أو ينتقدونها أو ما إلى ذلك كيف ينتقل السودان ومصر إلى موقف الفعل بدل ردة الفعل برأيك؟ أنا أفتكر على أنه الحل في أنه يعني يكون فيه تربط مصالح هذه الدول جائزة الآن يعني يكون فيه صعوبة للظروف الموجودة فيها والمعاناة الموجودة في الدول الثلاثة لكن لا بد من أنه سد النهضة يمثل حجر الأساس لتعاون بين الدول الثلاثة أو على أقل بين السودان وأسيوبيا بأن تبادل للطاقة مع تبادل للغزاء ومنظومة مشاريع مشتركة بين هذه الدول حتى يقتنع المواطن الأسيوبي بأن هناك مصلحة لهذا التعاون وهناك فائضة إضافية لهذا التعاون وكذلك السودان وكذلك مصر فأنا أفتكر على أنه الحل في أنه الناس تمشي في هذا الاتجاه والمجتمع الدولي خاصة المانحين يعني يساعد هذه الدول حتى تتمكن من أنها تعمل مشاريع مشتركة بينها خاصة في مجال الغزاء ومزال تبادل الطاقة وهذه الأشياء حتى تشجع هذه الدول أن يكون هناك أمن اقتصادي إقليمي جاذب وبالتالي يعني ممكن أمور تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون كل هذه الأشياء تأتي بصورة أوتوماتيكية شكرا جزيلا من العاصمة السودانية الخرطوم وزير الرأي السوداني السابق الدكتور عثمان أتوم إلى تطورات الملف الأفغاني حيث قالت كالة الإعلام الروسية إن الجيش الروسي نقل طائرات مقاتلة من طراز سخوي 25 من قاعدتها في قريزستان إلى تاجريكستان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة قرب حدود أفغانستان ومن المنتظر أن تجري التدريبات بين الخامس والعاشر من أغسطس المقبل وتشارك فيها قوات أسباكية وتاجريكية وتأتي في وقت يشهد الوضع الأمني في أفغانستان تدهورا سريعا مع انسحاب القوات الأمريكية منها سياسيا صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زمير كابولوف أن الأزمة الأفغانية يمكن تجاوزها عبر تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تضم أبرز القوى السياسية وأكد كابولوف إيمانه بضرورة التوصل إلى حل مستقر للأزمة في أفغانستان من خلال تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية موسعة في أفغانستان تضم جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد من جهة أخرى قال الرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الولايات المتحدة الأمريكية أفسدت الأمور في أفغانستان وإنها بحثت عن حل عسكري في البلاد ولجأت بعد ذلك إلى التفاوض مع طالبان لإيجاد حل سياسي وأوضح خان أن موقف الولايات المتحدة كان ضعيفا حين دخلت في التفاوض مع حركة طالبان وأشار إلى أنه من الصعب للغاية مطالبة طالبان بتقديم تنازلات وأن أفضل حل لأفغانستان هو إجماع سياسي يشمل جميع الأطراف وينضم إلينا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد رئيس تحرير وكالة برايم نيوز والباحث السياسي الأستاذ علي مهر أستاذ علي مرحبا بك لنبدأ بداية بالمخاوف الإقليمية خصوصا من دول الجوار من التطورات الميدانية في أفغانستان ما أسباب ودوافع هذه المخاوف طبعا أن هناك موجود شبكات وتنزيمات في كل دولة مجاورة لأفغانستان هي محلية وهي مصلحة وأيضا متطرفة في كثير من الدول هذه المشاكل فأفغانستان هناك خطر يمكن أن تكون مركزا لنشاطها ويمكن أن تنطلق من هناك هجمات على دول الجوار مثلا جماعة عنصر الله في تاجكستان عندهم مراكز في شمال أفغانستان مثلا هذه حركة تركستان الإسلامية الشرقية الصينية عندهم أيضا مراكز في بلاد بدخشان الشمالية المحاذية لحدود الصين يعني بكل طريقة حركة طالبان باكستان التي تشن دائما هجمات داخل باكستان عندهم بفق تقرير الأمم المتحدة ستة آلاف مقاتل حاليا في أفغانستان فهذا هو التخوف أنه يمكن بعد اندلاع حرب أهلية أو تدهبر الأمن في أفغانستان أو عودة طالبان إلى الحكم قد تستغل هذه التنظيمات أراضي أفغانستان لخلق زعزع أمنية في الدول المجاورة لكن هذه مجرد مخاوف هذه المرة بعد عشرين سنة هناك وضع مختلف حركة طالبان ردا على هذه المخاوف أكدت أكثر من مرة بأنها لن تسمح بأن تكون أفغانستان منطلقا لأي عمليات إرهابية تستهدف دول الجوار وكذلك وفد من حركة طالبان قام بزيارات لعدة دول من دول الجوار الأفغاني منها باكستان والصين وروسيا في محاولة لطمأنة هذه الدول هل نجح الوفد في ذلك أو نجحت الحركة في طمأنة دول الجوار؟ إلى حد كبير نجحت نحن مثل ما لاحظنا خلال يومين ماضيين الوفد عالي المستفى لطالبان برئاسة الملا عبدالغني برادر وهو الرجل الثاني في قيادة الحركة وهو المسؤول الأول لمكتب طالبان السياسي في الدوحة بنفسه زار الصين والشيء الأهم أن وزير خارجية الصين هو الذي استقبل الوفد هو الذي أجرى جولة محادثات رسمية مع طالبان وطالبان أكدوا لهم وأيضا الصين بصورة صريحة طلبت من طالبان أننا لا نريد أن تكون أفغانستان خلال وجودكم وخلال سيطرتكم عليها أن تكون ملجأ لحركة تركستان الإسلامية الشرقية الصينية أو حركة طالبان باكستان وطالبان أكدوا أنه لا علاقة لنا بهذا ونحن نضمن لكم أن لا تكون أفغانستان بحكوم خلال سلطتنا أن تستغل ضد أي دولة مجاورة بما في الصين نفس الشيء حدث الشهر الماضي وفد قام بزيارة روسيا والروس أيضا أكدوا أن هناك تغيير كبير في موقف طالبان وطالبانهم ليسوا مثل ما كانوا قبل 20 سنة فيبدو كل هذه التحركات تصاهم إلى حد كبير قبول طالبان في أفغانستان في الحكومة القادمة على ذكرى الحكومة القادمة التي دعت روسيا مثلا بأن تكون حكومة انتقالية مؤسعة تشمل جميع القوى السياسية في أفغانستان هذا الموقف الروسي ماذا عن الموقف الباكستاني من شكل الحكم القادم في أفغانستان لا 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 يوجد أي فرق في موقف روسيا وموقف باكستان وموقف الصين وموقف إيران كلهم يدعون إلى تشكيل حكومة وطنية تلافية عريضة القائدة لكن هذا لا يعني أنها الحكومة الحالية في كابول معنا ستكون هناك حكومة جديدة وهذه الحكومة الجديدة تكون بمشاركة طالبان كقوى رئيسية والذي أيضا يفهم منها أن القوى الرئيسية الكبيرة هي التي تتولى رئاسة هذه الحكومة معنا ذلك أحد قادة الطالبان سيكون رئيس للحكومة الوطنية الاتلافية الانتقالية هو ليس الرئيس أشرف غني لأجل ذلك حتى الملايات المتحدة وروسيا وهذه الدول كلها تنصح الرئيس أشرف غني أنه يبدي استعداده للاستقالة لأنه واضح أنه ليس هو سيكون رئيس رئيس يكون شخص آخر والحكومة تكون حكومة بديلة ليست هذه الحكومة الحالية وحاليا الرئيس الأفغانستان السابق حامد قرضي موجود في موسكو يبحث نفس الأشياء الرئيس السابق هذا حامد قرضي نسح نفسه أيضا أشرف غني بأنه ليس لك أي دول في المستقبل فأحسن أنك تعلن من الآن أنا لا أحب أن أبقى في الحكومة بل أسعى لتشكيل حكومة بل مفاق بين مختلف القوى الأفغانية أخيرا أستاذ علي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان انتقد الولايات المتحدة بشدة وألقى عليها بالمسؤولية فيما وصلت إليه الأمور الآن في أفغانستان ما الذي يفهم من ذلك؟ يعني الأمور واضحة ليس عمران خان حتى رجل شعري يعرف أن الأمريكان لماذا جلسوا 20 سنة الناتو لماذا منذ 20 سنة قبل يومين كان هناك تصريح من الأمين العام لحلف الناتو أننا نصعد الأفغان أننا نقوم بتدريب القوات الأفغانية خارج أفغانستان طيب إذن 20 سنة أنتم صويتم ما قمتم بتدريب القوات الأفغانية بصورة صحيحة الآن بعد ذلك خلال أشهر كيف تدربون القوات الأفغانية لتواجه طالبان؟ فهذا كلام سليم يعني رئيس الوزراء ليس هنا رجل شعري يقول يعني 20 سنة هم ضيعوا للأفغان ثم النتيجة ما هي أن الطالبان تعود بعد 20 سنة إذن شو صفوا الأمريكان؟ نعم شكرا جزيلا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد رئيس تحرير وكالة برايم نيوز والباحثة السياسية الأستاذ علي مهر مجالنا متواصل مشاهدين لكن بعد هذا الفصل أهلا بكم من جديد أعلنت الولايات المتحدة وروسيا أنهما أجرتا في جينيف محادثات مهنية وموضوعية وواقعية تمحورت حول الحد من تسلح وذلك في إطار مساع تذلها القوتان العظميان لإرساء استقرار في العلاقات المتوترة بينهما ويعد لقاء المغلق استكمالا لقمة جماعة الرئيسين الأمريكية جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في المدينة السويسرية منذ اليوم الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض لم تكن المسافة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقصيرة وإن اقترب الرجلان لاحقا على حذر فإن سقف تصريحات بايدن تجاه روسيا كان مرتفعا منذ اعتباره بوتين قاتلا وحتى قوله إن بوتين رجل خطير على رأس اقتصاد نفطي ونووي من رحم هذه القمة في جينيف قبل شهر ونصف تقريبا تولد لقاءة أخرى على مستويات أقل حينها أشهد الرئيسان لا بالتقدم بل بأن عرض الخلافات لم يكن بطريقة مبالغ فيها وفق بايدن أما بوتين فاعتبر نظيره رجل دولة مخضرما وأنهما يتشاركان اللغة نفسها وفي جينيف أيضا استؤنف هذا الكلام بين نائبة وزير الخارجية الأمريكية وينديد شيرمان ونظيرها الروسي سيرجي ريباكوف والهدف تخفيف التوتر والحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي بين أكبر دولتين نوويتين في العالم لم يقدم أيضا هذا اللقاء الكثير سوى مزيد من الأجواء الإيجابية والاتفاق على اجتماع مجدد في سبتمبر بعد المشاورات الرئيسية في موسكو يكشف رياباكوف أن الوفدين ناقش الأمن السيبراني لكنه يؤكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي اتفاقيات ملزمة في هذا المجال مبديا أملا بأن يكون هذا الحوار مع واشنطن منتظما إلا أن المسؤول الروسي اعتبر تركيز الولايات المتحدة على هذه القضية يأتي بغرض الابتزاز ولعلها سابقة أن توضع على ذات طاولة الروسية الأمريكية قضية الأمن السيبراني إلى جانب سباق التسلح لكن بلوغ الرئيس الأمريكي في حديثه عن أمن المعلومات حد القول إن الهجمات الإلكترونية الروسية قد تقود إلى حرب إطلاق نار يفسر مدى جدية التعامل الأمريكي مع هذه القضية خصوصا مع إشارة واشنطن المتكررة إلى محاولة موسكو التأثير على انتخاباتها وآخرها التصريح بايدن بشأن انتخابات الكونغرس للعام القادم يضيف هذا الملف نقطة خلافية حادة بين القوتين العظميين لكن سياسي الجانبين يفرقان بين التصريحات الفاقعة إعلاميا وبين لغة العمل المهنية المشتركة وينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو الباحثة السياسي والصحفية الروسية الأستاذ يفجيني سيدروف أستاذ يفجيني مرحبا بك رغم سقف التصريحات المرتفع والنبرة التي يمكن وصفها بالحد ولو من الطرف الأمريكي تجاه روسيا إلا أن لقاءات تجمع بين مسؤولين من الجانبين لمناقشة قضايا مهمة كالحد من التسلح وغيرها ما دلالات هذه اللقاءات بين الجانبين؟ نعم مساء الخير لك ولسادة المشاهدين أعتقد أن دلالات مثل هذه اللقاءات أو ربما اللقاءات القادمة هي أن الطرفين يدركان تماما خطورة الوضع في حالة زماء مثلا خرج السباق التسلح عن السيطرة وبالتالي لابد من الاستمرار في الاتصالات بهذا الشأن هناك أدلة على ذلك تدل على حسن النية من الجانبين فمثلا باقتراح من روسيا الرئيس الأمريكي وفق حالا بعد توليه منصف رئيس الولايات المتحدة على تمديد معاهدة ستر ثلاثة للحد من الأسلحة الاستراتيجية الآن في أثناء اللقاء الذي جرى في جينيف بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة الحديث دار عن الخطوات اللاحقة أي بعد انتهاء مغلط العمل بهذه المعاهدة ما العمل؟ هذا السؤال ترح على الجانبين ويبدو أن لديهم أفكارا بناء فيما يتعلق بدرورة المضي قدما في مواصلة الجهود الرامية للحد من سباق التسلح الأمر الآخر أو البند الآخر الذي نقش في أثناء هذا اللقاء يخص الأمن السيبراني الولايات المتحدة كانت خلال فترة طويلة تتهم موسكو بالهجمات السيبرانية رغم أن روسيا طبعا نفت نفيا قاطعا دلوعها في مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تتحدث الولايات المتحدة عنها كثيرا في الفترة الأخيرة واضح تماما أن هناك ربما أفراد أو جهات لا علاقة لها بالحكومة ولا بأي جهة رسمية تقوم بمثل هذه الهجمات إن تأكدت صحة المعلومات الأمريكية بهذا الشأن وبالتالي روسيا كانت منذ زمن بعيد قد اقترحت على أمريكا التنسيق والتعاون في هذا المجال في البداية ربما كان رد فعل واشنطن سلبيا على مثل هذه الدعوات ولكن يبدو الآن أن الإدارة الأمريكية تبدأ احتمامها بمثل هذا الموضوع وهي عازمة على التنسيق بهذا الشأن مع الجانب الروسي كيف نظرت موسكو إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة التي كانت عالية النبرة وتحدث فيها عن إمكانية نشوب حرب حقيقية بسبب استمرار الهجمات الإلكترونية على بلاده وكانت الإشارة فيها إلى روسيا أنا لا أستغرب لمثل هذه التصريحات لأن بايدن اختار كما يبدو تكتيك الترغيب والترهيب فطارة هو يتهم روسيا بأمور كثيرة بالجرائم الإلكترونية بالتدخل في الاتخابات الأمريكية وبأشياء أخرى حقوق الإنسان والأخي ولكن من جهة أخرى يتحدث عن ضرورة المضي قدما في الجهود المبزولة سوية مع روسيا فيما يتعلق بأمور استراتيجية تتعلق بالحد من سباق تسلح وغير ذلك من الأمور التي تشغل بالبلدين وهنا لا شك أن مثل هذا الموقف يقلق روسيا لأنه إذا كانت هناك نية حقيقية لدى الإدارة الأمريكية في ربما التقارب مع موسكو من أهم الملفات التي تهم البلدين فليس هناك من سبب يدعو الإدارة الأمريكية للتحدث بمثل هذه الأعجة هذا الأمر لا يفيد القضية المشتركة التي يجب أن يتمسك البلدان بالجهود للاستمرار في الجهود المبزولة من أجل تنسيق مواقف البلدين إذا هذه القضايا هنا سيد إفجيني البعض يرى أن السياسيين من الجانبين الروسي والأمريكي يعني يفرقون بين تصريحات الإعلامية الحادة وبين لغة العمل المهنية المشتركة بين الدولتين إلى أي مدى يبدو هذا الفارق واضحا لدى كل من المسؤولين الروس والأمريكيين الآن أعتقد أن هذا الأمر بات وابحا هناك أمر ملفط يعني من خلال التصريحات التي تم الإدلابها من قبل الجانب الروسي بعد المشاورات التي جارت في جينيف لم يكن هناك حتى الآن الاتفاق على تشكيل فرق عمل بعد مناقشة موضوع الاستقرار الاستراتيجي بخطوط عريدة وهذا يعني غياب هذه الفرقة أو غياب الاتفاق على تشكيلها بأن لدى الطرفين لا يوجد حتى الآن رؤية واضحة حول تلك الملفات وتلك المحاور التي يمكن أن تناقش وهذه هي مهمة مباشرة للفرق العمل التي لابد من تشكيلها بعد المشاورات على هذا المستوى ولكن الطرفين كما تدل بعض المعلومات والأنباء يعني عزماني على الاستمرار في تحديد هذه الموضوعات وهذه الملفات التي لابد من التركيز عليها لتقريب وجهات النظر منها وربما لاتخاذ خطوات بناءة بشأن هذه القبايا المهم كذلك هو أن الطرفين اتفقا على اللقاء القادم الذي سوف يعقد في نهاية شهر سبتمبر وهذا الأمر بحث زيته زود دلالة إيجابية جدا بالنسبة لمستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن شكرا جزيلا من العاصمة الروسية موسكو الباحث السياسي والصحفية الروسية الأستاذ إيفجيني سيدروف أهم الأخبار الإقليمية والدولية باختصار نائب الرئيس التركي يندد بموقف الاتحاد الأوروبي بشأن القضية القبرصية ويؤكد أن الأوروبيين أداروا ظهرهم للحقائق محكمة إسرائيلية ترجع إخلاء ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة الجيش الصومالي يعلن مقتل ثلاثين مسلحا من حركة الشباب المتطرفة خلال حملة عسكرية بأقليم هيران وسط البلاد وزير الكاريجية الأمريكي أنتوني بلانكين يحذر من احتمالية فشل المفاوضات النووية مع إيران ويقول إن الكرة الآن بملعب طهران أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصدق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يبدأ استعداده رفع الحصانة عن النواب للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بانفجار مرفاء بيروت واشنطن تعرب عن قلقها بشأن تقارير عن استخدام تطبيق تجسس الإسرائيلية بجسس ضد صحفيين ونشطاء وشخصيات معارضة أقر الرئيس الفرنسي منويل ماكرون أن بلاده مدينة لبولونيزيا الفرنسية بسبب التجارب النووية التي أجريت بين عامي 1966 و1996 في المحيط الهادئ وبعد 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية نقلت فرنسا عام 1966 موقع إطلاق التجارب إلى بولونيزيا الفرنسية حيث قامت خلال 30 عاما بـ 193 تجربة نووية جوا في البداية ثم تحت الأرض التقرير التالي يلقي الضوء على التجارب النووية الفرنسية التجارب النووية الفرنسية هي تجارب لأسلحة ضمار شامل نووية وكيميائية وصواريخ باليستية قامت بها فرنسا على مدار 36 عاما في الصحراء الجزائرية وبعض مناطق بولونيزيا بالمحيط الهادئ وراح ضحيتها الآلاف في فبراير عام 1960 أطلقت فرنسا أول قنبلة نووية بالصحراء الجزائرية تحت اسم اليربوع الأزرق ضاهت في قوتها أربعة أضعاف قوة قنبلة هيروشيما وسقطت في منطقة رجان التي كانت مأهولة بالسكان بعدها بعامين وقعت فرنسا والجزائر اتفاقيات إيفيان وبموجبها حديدت معالم استقلال الجزائر لتملك فرنسا على إثرها الحق في مواصلة استعمال الصحراء الجزائرية لخمس سنوات إضافية وفي فبراير من عام 1966 أجرت فرنسا آخر تجربة نووية لها في الجزائر وأعادت تسليم المواقع للجزائريين فيما تماطل باريس إلى الآن في تسليم خرائط دفن النفايات النووية بين عامي 1960 و 1966 أجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة تفجيرات نووية بالصحراء الجزائرية موزعة على أربع تجارب فوق الأرض وثلاث عشرة في بطنها بحسب مسؤولين فرنسيين بينما يقول مؤرخون ومسؤولون جزائريون إن العدد قد يصل إلى نحو ستين تجربة في يوليو من عام 1966 قامت فرنسا بأول تجربة نووية في بولينيزيا بعدها بعامين انفجرت أول قنبلة نووية هيدروجينية فرنسية بمنطقة فانجاتوفا ببولينيزيا تفوق بقوتها مائة وسبعين ضعفا من قنبلة هيروشيما وفي أبريل عام 1992 قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا ميترا تعليق التجارب النووية الفرنسية لعام واحد تجدد بعدها ثم بعد ثلاث سنوات أعلن الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك أن بلاده ستقوم بآخر التجارب النووية لتقوم فرنسا بآخر سلسلة من التجارب النووية وكانت بمنطقة فانجاتوفا في يناير عام 1996 وبعدها بشهرين وقعت باريس على اتفاقية فرنسا المصادقة على اتفاق راراو تونجا الذي أعلن جنوب المحيط الهادي بموجيبه منطقة خالية من النووي وفي عام 2009 أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لكنه لم ينفذ حتى الآن بسبب امتناع باريس عن الكشف عن تفاصيل تجاربها النووية وإلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات لهذا اليوم مع زميل رشال حلبي تفضلي رشال شكرا لك عسام أهلا بكم بعد حصار خانقا دام شهرا كاملا استفاقت درع البلد على هجوم بري لقوات النظام السوري مدعومة من حليفها الروسي بجميع الأسلحة الثقيلة والمدفعيات وراجمات الصواريخ بعد أن رفض أهالي البلد المشاركة في الانتخابات هجوم يراه السوريون عقابا جمعيا لمهدي الثورة تتسارع التطورات التي تشهدها درع منذ صباح الأربعاء استحاول عناصر الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد اقتحام درع البلد من ثلاثة محاور فيما يتصدى أبناء المنطقة لهم بقوة حيث تدور اشتباكات عنيفة جدا وعمليات قصف واسعة يشنها النظام بقضائف الهاون والفيل وأفض ناشطون بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الأسد ما دفع بمشاف مدينة إزراع والصنمين إلى الاستنفار في طل فشل المفاوضات وإصرار النظام على اقتحام المنطقة عسكريا وفرض شروط جديدة منها تهجير عدد من أبناء المنطقة فيما لا يملك سكان درع البلد مكانا للجوء إليه في ظل الحصار المفروض على البلدة هذا ويسجل انقطع تام للماء والكهرباء في أحياء البلدة ولا تتوفر أي نقطة طبية لإسعاف المصابين وسط مطالبات من المدنيين بفتح ممر إنساني لإخلاء الجرحى والمصابين بعدسات هواتفهم وثقت ناشطون القصف المدفعي المكثف بقضائف الهاون وراجمات الصواريخ الذي استهدف أحياء درع البلد نشاهد ردود فعل واسع رصدت في الفضاء الرقمي عبر هاشتاك درع تحت القصف فدرع مهدو الثورة وربيع سوريا الديمقراطية وتوجه البعض إلى أحرار سوريا قائلين إن الحل ليس في البحث خارج حدود سوريا وثورتها فالحل موجود في الثورة وينبغي الانتفاض لنصرة أهالي درع كما يجب تثمين صمود أهالي حوران ودرع البلد بعد أن رفضوا انتخابات العار وبنظر البعض فإن أحرار درع البلد تجنب الوقوع في فخ السياسة فنجحوا في مفاوضاتهم السياسية ولن ينزلقوا إلى الهاوية مساجد إدلب صدحت بالتكبيرات نصرة لدرع نشاهد وعبر هاشتاق الحرية لدرع غرد السوريون فالثورة حق والحق لا يموت والجرائم لا تسقط بالتقادم والصمت ينحر درع من الوريد إلى الوريد وبنظر سوريين فإن كل رصاصة تطلق على درع تزيد دماء الحرية التي تسري في عروقهم هذا وأشار ناشطون إلى أن نقاط العسكرية التي يريدها النظام تهدف لفرض سيطرته الكامل على مفاصل المدينة ما يعني عودة آخر بقعة محررة لحضن الأسد وهو سيناريو يرفضه أبناء درع وفي هذا الإطار سجل إغلاق لجميع الطرق في حوض اليرموك غرب درع من قبل ثوار المنطقة نشاهد وعبر هاشتاغ معركة الكرامة غرد السوريون بعد أن أطلقت حوران على معركتها ضد ميليشيا الأسد اسم معركة الكرامة ليقول البعض من يدري لعل درع تصوب بوصلة السوريين مرة جديدة بعد مرور عشر سنوات كاملة على الهبة الأولى آملين أن تكون معركة الكرامة الجولة التي يقسم فيها ظهر الطغية نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم عودة إلى كاسم شكرا لك رشا يصنع الفنان العرقي علي جمال لوحات تقليدية وصورا لمشاهير بطريقة متكرة إذ يستعمل مواد غير معتادة لتشكيل هذه الصور واللوحات بطريقة أيضا تتضمن خداعا بصريا في استوديو العمل الخاص به يستعمل الأكياس البلاستيكية أو قطع اللاصق الملونة لصناعة لوحات يمكن رؤيتها بأشكال مختلفة قصة علي جمال هي قصة المجال اليوم موسيقى أنا أصلا بالأساس رسام وهو الرسم لكن شفت أنه طريق الرسم مزدحم صراحة وش ما تقدم بهذا المجال هو رح تلقي ناس سابقينك وعبرينك بخطوات فما رح تتمييز ابت فمن مدى خلف تعرف حاولت أبتكر الطريق الخاص وبديت به هاي العمال التركارية فتولدت كل هاي الفكار حتى يصر فني هو فن مميز موسيقى 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 ونشرتها على السوشال ميديا فلاقت صراحة لاقت جاب ناس هاي وهذا اللي يشجع انه استمر بعد أكثر فمن خلالها بقت أبتكر إشياء أكثر وانشرها والحمد الله لقت تباعل جيد موسيقى موسيقى المواد المستخدمة هي مواد أولية ووسيطة مثل فلين تيب شرد لاسق دبابيس أكياس النيلون صراحة هو اللي يخلينا نشتغل بها الأشياء هو مبدأ نشتغل علي صراحة مبدأ يقول الجمال موجود فيه كل شيء فقط علينا نتعلم أن نلاحظه أو أن نكتشفه هاي اللوحة هي متكونة من أكياس النيلون اللي هي ممكن مرميه بالشارع فجمعتهم مكونت بم هاي اللوحة اللي هي تتمثل للطفل الفقير موسيقى أغلب اللوحات هي مرسومة للشخصيات ربما تكون مشهورة فهي تجسد قضية معها مثلا هاي اللوحة الفلين اللي يمكننا نشوفها من الزاوتين هو تجسد شخصيتين شخصيتين متكافين بالقوة ومهارة لكن مختلفين توجه معي موسيقى وصلنا إلى ختم حلقة اليوم من المجال والتي تناولنا فيها تونس إجراءات قيس سعيد وخيارات المعارضة سد النهضة خلاف مستمر بشأن المفاوضات أفغانستان حراك إقليمي بعد انسحاب أمريكي شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى